بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ الأعزاء كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الأحوال يتجدد لقاؤنا اليوم لمتابعة سلسلة الدروس عن بعد وهذه المرة مع درس جديد في مكون الرياديات عنوانه تقريب مفهوم الطرح أبخوش دولانوسيون دوسوستخاكسيون الأهداف التعلمية لهذا الدرس يقارن مفهوم الفرق انطلاقا من بعض الكتابات الجمعية وغيرها يتعرف الطرح كعملية عكسية للجمع حتى العدد التسعة باستخدام الأشكال والرموز أولا نبدأ بالحساب الذهني لاحظوا جيدا هذه العملية ما هو العدد الذي سنضيفه لتسعة لكي نحصل على خمسة عشر نعم سنضيف له ستة جيد تسعة زائد ستة تساوي خمسة عشر نمر إلى العملية الموالية ما هو العدد الذي سنضيفه لخمسة لكي نحصل على عشرة أحسنت إنه خمسة خمسة زائد خمسة يساوي عشرة نمر إلى العملية الموالية ما هو العدد الذي سنضيفه لستة لكي نحصل على سبعة نعم إنه واحد ستة زائد واحد تساوي سبعة أما الآن سنمر إلى هذه الوضعية لدينا مستطيلان يحتوي على نفس عدد التربعات كما تلاحظون المطلوب منكم حساب عدد التربعات الناقصة في المستطيل اثنان لكي نجيب على هذا السؤال يجب علينا أن نحسب عدد التربعات في كل مستطيل نبدأ بالمستطيل الأول لنحسب معاً لدينا عشر تربعات في المستطيل الأول ننتقل إلى حساب عدد التربعات في المستطيل اثنان لنحسب معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة لدينا ستة تربعات زائد عدد التربعات الناقصة التي نريد أن نعرف عددها إذن عدد التربعات الموجودة في المستطيل اثنان هي ستة زائد عدد التربعات الناقصة التي نريد أن نعرف عددها تساوي 10 وهي مجموعة التربيعات الموجودة في كل مستطيل لكي نتعرف على عدد التربيعات الناقصة في المستطيل 2 سنستعين بالمستقيم العددي لدينا هنا 10 تربيعات على هذا المستقيم وهو مجموعة التربيعات الموجودة في المستطيل السابق لكي نتعرف على عدد التربيعات الناقصة في المستطيل 2 سنحسب أولا عدد التربيعات الموجودة وهي 6 ثم سنرى كم سيبقى لنا من تربيعات لنحسب معا 1 2 3 4 5 6 6 إذن 6 تمثل لنا عدد التربيعات الموجودة في المستطيل السابق وهو المستطيل 2 الآن سنرى كم سيبقى لنا من تربيعات لنحسب معا 1 2 3 4 5 إذن 4 تمثل لنا عدد التربيعات الناقصة إذن 6 زائد 4 تساوي 10 أي 6 هي عدد التربيعات الموجودة في المستطيل 2 زائد 4 وهي عدد التربيعات الناقصة تساوي 10 وهي مجموعة التربيعات الموجودة في المستطيل 1 هذه العملية 6 زائد 4 تساوي 10 هي عملية جمع سنقوم بتحويلها إلى عملية أخرى ركزوا جيدا قلنا في البداية بأن 10 هي مجموعة التربيعات الموجودة في المستطيل نكتب 10 سنسحب منها عدد التربيعات الموجودة في المستطيل 2 وفي النهاية سنحصل على أربعة وهي عدد التربيعات الناقصة هذه العملية تختلف عن العملية الأولى حيث أننا قمنا بإضافة إشارة جديدة إذن هذه العملية هي عملية الطرح نرمز لها بالرمز ناقص ونقول 6 من 10 تساوي أربعة أي أننا قمنا بطرح 6 من 10 ونحصل في النهاية على أربعة إذن من خلال عملية الطرح هذه تمكننا من إيجاد عدد التربيعات الناقصة وهي أربعة الآن خذوا كتاب الرياديات صفحة 103 لكي ننجز تمرين الفهم والتطبيق البطاقات تشير إلى ما يملكه كل طفل نلاحظ ثم نحسب ما ينقص كل منهم أو ما سيبقى له إذا أراد شراء ما يفكر فيه إذن لدينا هنا أربعة أطفال كل واحد منهم يفكر في شراء لعبة وبجانب كل لعبة يوجد ثمنها وفي أسفل الأطفال يوجد عدد النقود الموجودة لديهم المطلوب هو حساب ما ينقص كل طفل منهم إذا أراد شراء لعبة التي يفكر فيها سنبدأ بالطفل الأول كم يملك من النقود؟ يملك سبعة دراهم ويفكر في شراء لعبة ثمنها ثمانية دراهم سؤال كم ينقصه من النقود لشراء هذه اللعبة؟ إذن سنقوم بطرح عدد النقود التي يملكها هذا الطفل من ثمانية اللعبة أي سنطرح سبعة من ثمانية نكتب ثمانية ناقص سبعة لاحظوا معي دائما نطرح العدد الأصغر من العدد الأكبر سنحاول حساب هذه العملية أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثمانية هو ثمن اللعبة سنطرح منها سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن بقي درهم واحد إذن ينقصه درهم واحد لشراء هذه اللعبة نمر إلى الطفل الثاني يملك في جيبه تسعة درهم ويفكر في شراء لعبة تمنها عشرة درهم نفس الشيء سنطرح عدد النقود التي يملكها الطفل من ثماني اللعبة ونكتب عشرة ناقص تسعة أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة هو ثمن اللعبة سنطرح منها تسعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بقي درهم واحد اثن ينقصه درهم واحد لشراء هذه اللعبة نمر إلى الطفل الثالثة تملك ستة دراهم وتفكر في شراء عقد ثمنه تسعة دراهم اثن سنطرح عدد النقود التي تملكها الطفل من ثماني العقد ونكتب تسعة ناقص ستة أحسب معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هو ثمن العقد سنطرح منه ستة دراهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة بقي ثلاثة دراهم اذا ينقصها ثلاثة دراهم لشراء هذا العقد نمر إلى الطفل الأخير كم لديه من النقود؟ ثمانية دراهم واللعبة التي يريد شراءها كم ثمنها؟ عشرة دراهم إذن سنقوم بترحي عدد النقود التي يملكها الطفل من ثمن اللعبة أي سنطرح ثمانية من عشرة ونكتب عشرة ناقص ثمانية أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن عشرة هو ثمن الطائر سنطرح منه ثمانية دراهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية بقي درهمان إذن ينقصه درهمان لشراء هذا الطائر ننتقل إلى إنجاز التمرين الأول يزن قط مريم ثلاث كيلو جرامات ويزن كلب جارتها تسع كيلو جرامات إذن وزن الكلب هو تسع كيلو جرامات ووزن القط ثلاث كيلو جرامات بكم يزيد وزن الكلب عن وزن القط إذن وزن الكلب سنطرح منه وزن القط حتى نتعرف على الفرق بين العددين كم هو الفرق بينهما في هذا المثال إذن لدينا هنا ثلاث عمليات من هي العمليات الصحيحة؟ هل تسع زائل ثلاثة هذه العملية خاطئة لا أريد المجموعة الوزنين بل أريد الفرق بينهما العملية الثانية صحيحة سنقول ما هو العدد الذي سنضيفه على ثلاثة وزن القط لكي نحصل على تسعة وزن الكلب إذن سأقوم بإحاطتها أو يمكن القيام بالعملية الترحية مباشرة وزن الكلب ناقص وزن القط كذلك هذه العملية صحيحة بالنسبة للعملية أنجزها عموديا تسعة ناقص ثلاثة كم؟ كم؟ إذن سنمثل تسعة بالأقراص وسنطرح منها ثلاثة واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سنطرح منها ثلاثة واحد اتنان ثلاثة لنحسب كم بقي من الأقراص واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن الباقي هو ستة سأشرح لكم التمارين التي ستنجزونها في كتاب الرياديات صفحة 103 و 104 نبدأ بالتمرين الثاني في كيس علي عشر كلل أعطى لأخيه خمس كلل كم بقي في الكيس إذن عدد الكلل هو عشرة سنطرح أو سنسحب منه خمسة لكي نعرف كم بقي في الكيس نقوم بعملية أطر سنطرح خمسة من عشرة التمرين الثالث السعين بالمستقيمات العددية لحساب ما يلي التمرين الرابع كم خصة ستبقى في الحديقة إذا أكلت السلحفات أربع خصات سنحسب عدد الخصات الموجودة في الحديقة وسنطرح منها أربع خصات لكي نعرف عدد الخصات التي ستبقى في الحديقة التمرين الخامس كم برتقالة يمكن لزينب رسمها ليكون مجموع البرتقالات في السلة عشرة إذن في السلة برتقالتين سأكمل رسم البرتقالات لكي نصل إلى العدد عشرة بعد ذلك سنتعرف على عدد البرتقالات المرسومة وفقكم الله أحبائي والسلام عليكم